يعني فكرة الضرر بالتأكيد اي طلاق فيه ضرر لما اجي اختار الشطارة والحد اللي عنده حكمة اللي مش بيعرف الخير والشر ما الخير والشر معروف الصحة والغلط معروف الحق والبقاط المعروف طفل صغير بيعرف الخير والشر دي مش شطارة يعني الشطارة انك انت تعرف اي الشرين اكثر اي المسابطين اكثر في عندي مشكلتين عندي خطرين عندي شرين عندي اثمين عندي ضررين انهو احسم الدنيا يعني بقولك ايه يعني امرين كلاهما مر انا عايز بقى اتذوق الاقل مرارة فانه فيه ضرر والدين والفق واسع وحمال اوجه وفيه مصالح كتير جدا للناس لو احنا روحنا الاساسيات الدين هنلاقي انه الحفاظ على النفس والاسرة والدين والحفاظ على كذا والمال وهو الاساس لما نيجي ناخد المصادر الاساسية اللي احنا استقنا منها التق هنجد ان احنا بنتقوه في تفاصيل وتفريعات وبننسى القصة من فوق القصة هي اسعد الانسان راحت الانسان تنظيم حياة الانسان تنظيم حياة الناس وعلى فكرة يا جماعة احنا بنستغرق وقت طويل جدا في ان احنا نردوا الامور لاصلها تاني عندي ناس فهمهم ضعيف ناس فهمهم شوية ناس عندهم عملية التفكير جريمة في ناس يا جماعة لو انت قلت له انا بفكر يكفرك والله انا لا ابالك في هذا يعني في ناس تقول لك تزندق من تمنطق في كلامي يعني يبقى زندق اللي يفكر في كلامي دا موجودين في المجتمعات في كل المجتمعات عموما مش عايزين نروح بعيد لكن نسبة الطلاق في مصر كان كل الناس تكلم يقولوا 30% 40% لا 35% من ربعه 30% انطبعات كتيرة جدا على ارتفاع نسبة الطلاق في مصر وبياخدوها يا اخواننا البعدة وقول لك الحق من المعيشة الصعبة ومن معيشة الضنك الناس مشتقين بعض ومتطلقوا غيره وازداد بتوثيق العملية ومراجعتها هو الناس اللي اتجوزت في سنة عشرين 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 ومازال متجوزين لغد الوقت وواحد متجوز سنة 2021 وليسه متجوزين لغد الوقت شغالين الزيجة شغال الاسرة لسه ربنا يعني يحفظهم يعني لو حد اتطلق سنة 23 وكان متجوز سنة عشرين وحد اتطلق سنة 23 وكان متجوز 21 انت بتحمل سنوات عدة في سنة واحدة وهنا بيحصل خلل تعالوا شوفوا وزير العدل المستشار عمر وران وهو بيوضح كيف يمكن حساب نسبة الطلاق حتى اتضح انها نسبة لا تزيد عن 3% مش 34% الانطباع عن حجم الطلاق في مصر مزي الحقيقة من فضلك تمام يا فن الكلام انا بقوله ده كلام يا جماعة مش كلام يعني ده كلام علمي احنا جبنا احصائيات كم لو دقيقة على مدار عشرات السنين صحيح كم سوستين يا فن فضل هو كان فيه رقم سلبي شاع في المجتمع وبين الرأي العام ان نسب الطلاق السنوية متوسطها 34% طبعا النسبة كبيرة جدا فخامت واجه قال لي ابحث شوف ايه الموضوع ده طبعا بالتعاون مع وزارة الداخلية هيئة الرقابة الادارية النيابة العامة جبنا كل الاحصائيات والجهاز المركز التعبئة العامة والاحصاء جبنا كل البيانات الموجودة عندهم بخصوص الزواج والطلاق اكتشفنا الانطبع ان النسب السنوية للطلاق السنوية 3% في المتوسط اما الجي من 34% ل3% كان فيه خطأ في التنسيب خطأ في التنسيب ازاي اللي اطلقوا مثلا سنة 2020 هل كلهم متجاوزين سنة 2020 ولا فيه اللي متجاوز تساعتاشر وثمانتاشر وسبعتاشر وخمستاشر والفين وعشرة وقبل فاللي اطلقوا في سنة 2020 دول عنزيجات من سنوات سابقة واللي اتجوزوا سنة 2020 هم اللي اتجوزوا سنة 2020 فكان الخطأ في التنسيب ان احنا بنسب حالات طلاق عن سنوات متعددة الى حالات زواج عن سنة واحدة فهنا جاء الخطأ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة